السلام عليكم ورحمة الله كيف الحالي شباب راتنا عليكم مقطع جديد مقطعنا اليوم راح نتحدث عن اخر الاخبار اللي نزلت معنا في تحديث 14.20 طبعا نزلت معنا بعض الاشياء القديمة نزلت معنا او صار معنا بعض التغييرات الجديدة لكن مش هالتغييرات الكبير راح نشوفها كلاتها امامكم نستعرضها عليكم ففي البداية طبعا الاشي اللي صار اللي داخل اللعبة او التغيير اللي صار جوه اللعبة اللي هو لو رحنا على راح نشوف عنا اللي هو اشي اسمه وراح يكون عنا اللي هو عليها عشر مهمات بمهام مية وستين وتكون جائزتها طبعا هذا التحدي اسبوعي راح يتغير معنا وكل اسبوع قطعة سوبر شارج حيجينا فانت ونصيبك ممكن يجيك سيرفايفر ممكن يعني ما بعرف اذا حاليا اتوقع الكل كلاتنا هنفتتح في الوبن سوبر شارج واتوقع الكل تجديد هيكون موحد لكن اذا حدا سبق عن حدا ما بعرف هل راح تتجدد او ما تتجدد هذا الاشي لقدام حنعرفه يعني اذا راح تصير اختلاف بين بعض يعني بالاسابيع يعني اذا ناس خلصتها او ما ناس خلصتها وطبعا زي ما تشايفين بما انه صار اللي هو اه لفل الشخص يعني مية وثلاث ثلاثين يعني شي طبعا هذا بيدل انه في اشياء جديدة حتيجي مهام جديد طبعا هاي الى الان ضفونا مهام المية وستين طبعا لو نروح على الخريطة نروح على الخريطة راح نلاقي هاي المهام القدامنا زي ما انتم شايفينها يعني اربع مهام الى الان ضافوا معنا زادوهم هون طبعا شايفين كيف المهام مية وستين انا فوتت مهمة مع طبعا مو مهمات يعني عادية او انك تمكسها او اشي لا مهام عادية اللي هو اول او تفوتها بمية وستين حيكون اول ما انه تروح على مقبرة او العشوائي هاي العاصف اللي بتنزلك يا بكون بميتين وخمسين فشي حلو وشي جديد علينا فخلينا ننتقل على قائمة الاخبار كاملة طبعا زي ما شفنا باللعبة التغييرات اللي صارت اللي هي اضافوا مهام اللي هي مية وستين مع تحدي اسبوعي عليه كل اسبوع اللي هو قطعة سوبر تشارج لازم تخلص عشر مهام من اللي هو مية وستين طبعا موجودة بالخريطة واكيد لازم صار الواحد اجباري يسويها طبعا قدامنا اللي هو الاخبار لطور الزومبي او الاسبوع القادم ايش اللي راح يصير معنا طبعا هنا قدامنا بالنسبة لحدث المغامرات انه راح يظلوا معنا لا هو لنوفمبر او عشرين نوفمبر يعني معنا شهرين كاملات فيعني بتقدر تعمل اللي بدك اياه من هون لشهرين وتخلص كامل او يعني بشكل عامل الحدث كامل كله اتوا معنا من هون لشهرين فبتقدروا تعملوا اللي بتكم اياه فشي حلو وشي يعني للناس اللي عندها مدارس اللي ناس اللي مش قادر يتلعب فمعاك شهرين كاملات يعني اللي تقدر تخلص فيه الحدث براحتك خصا المغامرات يعني للناس اللي بيعانوا فيه يعني فهذا الشي حلو وممتاز جدا بقول لك هذا الاسبوع اللي هو ذيسويك اللي هو راح يكون عنا اللي هو عودة حدث بوابة الظلام فراح يكون معنا اللي هو يعني خلال هذا الاسبوع يعني الحدث حيفتح معنا واكيد كلاتكم عارفينه اللي هو يعني جاي معنا قديم هذا الحدث ومار علينا طبعا ننزل اللي تحت راح يكون عنا اللي هو عودة اللي هو هيرو قديم يعني معانا طبعا زيادة الضرر القدرة حتى سبعة وثلاثين ونص بالمية بناء على نسبة الصحة المفقودة لديك بيرق القائد هيكون عندك اللي هو كمان عندك اللي هو بيرق الفريق عفوا اللي هو لما يكون بالسبورت لكن اذا كان بيرق فريق اللي هو القائد اذا كان اساسي زيادة الضرر القدرة سبعة وثلاثين ونص بناء على نسبة الصحة المفقودة لديك إضافة إلى تصفية باستخدام القدرة لديها فرصة 70% لخروج أشباح الفانتازم التي تطارد الأعداء القريبين وتنفجر ملحقة 62.5 أو 62 من الضرر الطاقة الأساسية في نطاق صغير سيكون متاح من خلال إنهاء مهمة البوابة الظلام يعني بوابة الظلام اللي هي هاي لما تكون نازلة راح تكون معاهم اللي هي بنت الشبح موجودة وبتقدروا تحصلوا عليها طبعا هنا عندنا هو عودة سلاح من حدث قديم اللي هي أسلحة البلاك بشكل عام يعني فسلاح عادي جدا راح يكون عندنا في المتجر الحدث تاريخ 25 سبتمبر راح يكون معنا وانا عندنا كمان مسدس قديم راح يكون عندنا راجع كمان برضه 25 سبتمبر راح يكون عندنا يعني هذا السلاح والفاس ما بشوفهم أنا جدا حلوي طبعا هذا كلات هاي كلاتها بخلال الأسبوع هذا حتيجي معانا يعني حتبدأ معانا هذا الأسبوع يعني فمننتقل على الأسبوع الثاني هون عندك كاتب لك ويك تو بالأسبوع الثاني اللي هو إعادة هيرو مهاجم قديم معانا وأكيد كلاتكم معارفين اللي هو الهيرو مهاجم باسم الريبورد جونسي طبعا هيرو مختص بإصابة الرأس القوية يعني راح يكون معاك راح يزيد ضرر إصابة الرأس حتى خمسين بالمية على نسبة الصحة المفقودة لديك هذا بيرك الفريق اللي يكون بالسبوع إذا كان أساسي راح يكون عندك يزيد ضرر إصابة الرأس حتى خمسين بالمية بناء على نسبة الصحة المفقودة لديك والإضافة إلى تصفية بإصابة الرأس لديها فرصة خمسين بالمية لخروج اشباح الفانتزم اللي تطارد الاعداء القريبين وتنفجر اللي هو لنسبة الضرر تباحها اثنين وستين ويعني كل الاتها تقريبا هذا الهيرو هذا والبنت الشبح تقريبا نفس الاشي اللي بخرجوا الاشباح منهم بسببوا دمج بكون متاح في المتجر الحدث بتاريخ اثنين اكتوبر يعني اثنين اكتوبر جونس هيكون عنا متاح رح يكون عنا طبعا بالاخير حبيب الملايين وناس كثير او للناس الجداد على اللعبة اكيد منتظرين لهو السلاح طبعا سلاح يعني غني عن التعريف وناس كثير يعني مش عارش اقول لكم سلاح هذا انا من عشقي من الاسلحة اللي اول ما فتت على اللعبة طبعا انا بلشت اللعبة من اول هلوين نزل على اللعبة جبت هذا السلاح ظليتني الاف في لحد ما نزلوا بطلت الاف فيه يعني دمروا نفسي فعاليا خلاص اسا ردوا رجعوا كبان مرة كل مرة بيجي وحدث الحلوين بيرجعوه لكن هو اول مرة نزل فيها نزل في المهام العادية بكوستات فاذا لعبت المهمات تحصل عليه ما لعبت المهمات ما رح تحصل عليه فحاليا رح يكون عندك الهوة متاح في السوق الاسبوعي رح يكون عندك ايام حيكون لنهاية الحدث يعني من هون لحد ما ينزل طبعا هو راح يكون عندنا اللي هو بعشرة او تسعة اكتوبر راح يكون عندنا راح يكون عندنا موجود او بتاريخ عشرة اكتوبر راح يكون عندنا نازل فا يعني معاك الوقت كامل انه تقدر تجمع جولد تجمع كل شي عشان تحصل على وبالاخير اللي هو راح يكون عندك اللي هو بحكيه لك اوانا اللي هي هاي اخر كلمة اللي حكيه لك اياها انه بحكيه لك تابع او اخر اخبار القاعدة الرئيسية لمزيد من التفاصيل حول سلسلة مهام جديدة حيث ينضم عضو جديد الى فريقك من سيكون اللي هو تبع البورقر هذا اللي ضفونا اياه تبع النينجا والثاني اللي لابس بدلة فمنهم هذول راح يضفونا اياهم واحد هيرو منهم فبعرف شكله البنت حيضفونا اياها بعض التسريبات بتحكي زي هيك انا او شفتها على تويتر قاعدين بنزلوا وبخمنوا وبحكوا هون بالاخير اللي هو اجهزة ابل او الماك بشكل عام بطلت خلص تشتغل عليها سيف دا وورد وكل واحد تشاري اي اشي عليها بالسيف دا وورد النسخة النسخة المخفية اي نسخة شاريها او شاري لما تشاري اي اشي راح ترجع فلوسه بس الى الان مش معروف متى يعني متى حترجع لكن حترجع مصريهم كاملة فهيك يعني بكون كل الاخبار امامنا كاملة يعني ما بعرف يعني يعني اخبار عادية بالنسبة للي انا كلاته قديم ما في اشي جديد لكن بالنسبة للي هسا الاشي المهم اللي هو العشر مهام الاسبوحي اللي لازم هاي ضروري جدا كل اسبوع نخلصها عشان ناخد قطعة السوبر شارج لانها مهمة قطعة 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 لانه في كثير عنا اسلحة في كثير عنا هيرو في كثير عنا سيرفايبر لازمه تطوير بالسوبر شارج هذا فاتوقع الويكلي فبكرا ممكن يزيدونا تحديات ثانية فيها السوبر شارج لانه في عنا اشياء كثير لازم نطورها فاذا بدهم يظلهم يخلونا من حدث لحدث 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 يعني بدنا ناخذ سنين لحد ما نخلص كل اشي عنا موجود فاكتبونا اراءكم في الكومنتات هل انت يعني مع انهم يضيفوا بمهمات كثير السوبر شارج ولا انهم يظلوا على هذا الرتم عشان انه الواحد يظل انه في حماس وفي لعب لانه وكونوا وصلنا لنا ايض مقطعنا وشوفنا كل الاخبار وشوفنا كل اشي يعطيكم الف الف عافية لا تنسوا اللايك لا تنسوا الكومنت لا تنسوا دعمنا في كود الايتم شوب اكس تسعين يعطيكم الف الف عافية نراكم في مقاطع جديدة لا تنسوا اذا حابين تتابعوني كل يوم بثوث على قناتي راح تلاقوها في صندوق الوصف اللي هي زور صفرين اعمل فولو فعل زر الجرس عشان اول ما نعمل بث يوصلك الاشعار يعطيكم الف عافية نراكم في مقاطع جديدة ان شاء الله اشتركوا في القناة